في الإسماعيلي كان فيك كابت المحسن صالح أنت قلت بتتعامل معاه ازاي كابت المحسن بقى وضع مختلف عن كل الناس اللي تعملنا معاه ده نص تاني توقامي في الملعب آه يعني كابت المحسن كان قبل لنا كلنا يعني هو اللي عمل الفرقة اللي خدت الدوري وخدت الكاس يعني هو يعني آه كان فيه عناصر موجودة وفيه عناصر هو جابه بس هو اللي عمل التوليفة دي جوه الملعب يعني كان فيه تغييرات كتير جدا هو عملها هو اللي دخل الفرقة هو اللي جاب إسلام الشاطر عمل النحاس كان موجود قبلها بركات كان موجود قبلها هو اللي طلع أحمد فتحي لعيبه في الفريق الأول ففيه حاجات كتير جدا الكابت المحسن من أحسن ناس اللي تعملنا معاه كانوا سنتين للكابت المحسن ككورة حلوة جدا للفرقة بتأديها وكبطولات النجل الإسماعيلي خدت كاس ودوري طبعا ماه أنت بعد ما خدت كاس ودوري في الإسماعيلي وده كان بيحسر لإما ياخده كاس أو دوري كل فترات رغم أن إسماعيلي كان بيتميز بالكورة وكان عنده لعيبة كان فيه كابتن على أبو جريشا وكان فيه أمين داب وفيه أسامة وفيه لعيبة أنا يعني محمد هندي ومحسن نكلاوي وإسماعيل حيفني إسماعيل حيفني طبعا ففيه نجوم كتير جدا لعبت ومحمد حزم وعمد سليمان يعني أنا أسف لو أنا كابت حمد الرومي وحمد الرومي وحمد ينوح يعني كان فيه لعيبة ولعيبة الكورة عالية جدا وأي فرقة بتوعتي أنا في الإسماعيلية كان بتعمل مليون حساب بالنسبة للفريق أنت بعد ما تشبعته بالبطولتين وقعدت 8 سنين تقريبا في نادي الإسماعيل إمتى قلت أنه خلاص لحد كده في الجزئية دي مع نادي الإسماعيل خلاص مش أقدر ألعبتني فيها عاوز أطلع بقى أشوف حالي بره هو أنا في سنة 2004 بعد ما وصلنا نهاية أفريقيا واخسيرنا والبطولة العربية واخسيرنا أنا خدت القرار في الوقت ده ليه خدت القرار؟ أنت عملت مجد مع نادي الإسماعيل ومعندك معك أجيال كبيرة قوي لأن الجيل بدأ يختلف يعني بدأ عناصر كتير تمشي من الفرقة وبدأ أن النادي الإسماعيل يعتمد على الناشئين شوية فأنا كنت من العناصر عندي 25 سنة بس الناس بتعتبرني أن أنا إيه الخبرة في الفرقة فأنا كان وجهت نظري أن أنا لازم أشوف مرحلة تانية وكان فيه تفاوض بشكل كبير مع النادي الآهلي وقتها بس الإصابة عطلتني وبعد كده سنتين ثلاثة وبرضه كان فيه تفاوض مع النادي الآهلي يعني أنا أظن موسم 2006-2007 ده اللي بدأت بقى الحكاية مع النادي الآهلي بشكل قوي بدأ بقى الأنظر عليك وأنا عايز أروح النادي الآهلي والنادي الآهلي عايزني يعني أنا برضه فيه حاجات بس كنت شاءت روح عشان النادي الإسماعيلي عشان النادي الإسماعيلي يعني سنة 2005 برضه كان فيه تفاوض مع النادي الآهلي والنادي الآهلي وقتها جاب طريق السعيد فحتى كان وكيل وقتها تامر النحاس فأتكلم مع النادي الآهلي كنت هجدد في إسماعيلي فكت أجدد مع الناد الإسماعيلي قد فسألته الأول قلت له لو الأهلي عنده رغبة فيه كنت أبقى فيه بعد 6 شهور لو الأهلي عنده رغبة فيه أنا مش همدي فهو أكلم المسؤولين في الناد الإسماعيلي كنت أنا لسه راجع من الأصابة فهما كانوا اشتروا طريق السعيد وقتها فقال لي هما جابوا طريق السعيد فالموضوع عايبقى صعب فجددت في الناد الإسماعيلي وقتها سنتين بعد ما جددت سنتين أول موسم اللي هو 2006 ده من أحسن الموسم اللي أنا عملتها في الإسماعيلي بعدها رحت المنتخب ولعبت بشكل أساسي فبدأت تفاوض نادي الزمالك بدأ أنه عنده علاقة قويسة مع الناد الإسماعيلي وقعت النادي الزمالك سموة ترجعت وقعت بأمانة يعني لا طبعا ده تاريخ خاصة ده أحداث حقيقية لأننا الناد الإسماعيلي ما كانش بيفاوضني وقتها خالص وما كنتش في الصورة موجود مع الناد الإسماعيلي يعني النادي الإسماعيلي كان عنده رغبة أنك ممكن تروح تعاقل مع نادي الزمالك يعني بالاتفاق بين الفريقين المهندس إيحي يقومي كان وقتها رئيسي النادي اللي هو الرئيسي الحالي في إسماعيلي كلمني في التليفون قال لي النادي الزمالك عايزينك وإحنا موافقين هي الموضوع موضوع رغبتك فأنا كنت وقعت مع نادي الزمالك قبلها بشهرين بس يعني مرتحتش من نفسي كان توقيع نهائي توقيع نهائي عقود رسمية انت راجعت إزاي فيها؟ كان الأستاذ ما مدوحها بس فكلمت كان معاه في مجلس الإدارة الأستاذ أحمد توفيق رجل محترم جدا قلت له أنا حاس أن أنا مش مرتاح والموضوع هيعملي مشكلة أسماعيلي فأنا محتاجي العقود زي ما مضيتها بأمانة إدهاني فهما الناس طلقوا يعني بأمانة خدت العقود فالمهندس إيحي ما كلمني في التليفون بعدها قلت له أشي مهندس أنا عايز أروح النادي الزمالي قال لي ما والنادي الأهلي ما كلمنيش كان هيدفع كام الزمالك فيك الزمالك كان وقتها حوالي خمسة مليون أو ستة مليون جنيه ما نسح حكومة كان آفش باقي فهو لا وهو كمان بالنسبة له في اسمعلي لو وداني النادي الزمالك مش هيبقى عليه هجوم قوي بالضبط كده ده ده سديميول معروفة من زمان يعني ما فيهاش فاشل تعصب ولا فيها الكلام اللي احنا بسمعه ده